أعزائي طلبة وطالبات برنامج التعليم المفتوح تلت أول مدمج استكمالا لمحاضرات مادة صناعة القرارات الإدارية الأساليب التقليدية في عملية التفكير لحل المشكلات واتخاذ القرارات أسلوب المحاولة والخطأ السبات أو الصلابة اللجوء إلى سلطة أعلى البديهة خمسة العلم أو الأسلوب العلمي ويمكن توضيح هذه الأساليب على النحو التالي أولا أسلوب المحاولة والخطأ يشير هذا الأسلوب إلى أن تحقيق التكيف مع الظواهر والمشكلات من خلال عمليات المحاولة والخطأ بحيث يمكن أن نصل إلى حل أو سبب نستطيع من خلاله أن نفسر هذه الظواهر والمشكلات التي تحدث ثانيا أسلوب السبات أو الصلابة يتمثل السبات في التساؤل القديم لماذا نغير من طريقتنا؟ فهي الطريقة التي عمل بها السلف ويكذلك الطريقة التي تعودنا عليها وبالتالي تمثل أو يمثل هذا الأسلوب عائقا كبيرا أمام أي تغيير تنظيمي ثالثا اللجوء إلى سلطة أعلى قديما كان الإنسان البدائي يلجأ لرئيس القبيلة ليفسر له الظواهر الغريبة استنادا للعادات والتقاليد وكان الإنسان البدائي يقبل ما يقول رئيس القبيلة دون منقشة على اعتبار أن أصحاب السلطة لا يخطئون وقد استمرت هذه الطريقة في المنظمات الحديثة من خلال استخدام مستشارين أو قانونيين أو فنيين مهرة من خارج أو داخل المؤسسة رابعا البديهة وتعني الاستشهاد بالمسائل البديهية في الحكم على الأمور ويتضمن ذلك إما الانتقال في الحكم من الكل إلى الجزء ومن أمثلة ذلك كل إنسان يخطئ يمثل الكل إذن رئيس مجلس الإدارة وهو بشر من المحتمل أن يخطئ وهو جزء من الكل أو الانتقال في الحكم من الجزء إلى الكل مثل قطعة من الحديد تمددت بالحرارة تمثل الجزء إذن كل الحديد يمكن أن يتمدد بالحرارة وهو يمثل الكل إن من أهم مشكلات البديهة أن الشواهد لا تقوم على دليل أو أساس علمي خامسا الأسلوب العلمي يتضمن الأسلوب العلمي منظورين متكاملين هما المنظور الاستتيكي والمنظور الديناميكي بالنسبة للمنظور الاستتيكي يعرف العلم على أنه نشاط يهدف لتقديم معلومات منظمة ومن ثم تنحصر مهمة الباحث في اكتشاف حقائق جديدة يمكن إضافتها للمعارف السابقة أما المنظور الديناميكي فيعرف العلم على أنه نشاط يهدف لحل المشكلات الواقعية أكثر من إضافة حقائق جديدة الأسليب الحديثة في التفكير لحل المشكلات واتخاذ القرارات أولا أسلوب قبعات التفكير الست لدي بونو لماذا سميت هذه الطريقة أو هذا الأسلوب بالقبعات؟ لأن القبعات توضع فوق الرأس وهي موضع عملية التفكير فقد يرتدي الشخص قبعة ثم يخلعها ليرتدي أخرى وهكذا بما يعني تعدد أسليب وأماط التفكير وفقا لدي بونو فهناك ست أنواع من القبعات تتضمن ستة ألوان مختلفة وهي القبعة البيضاء والتي تمثل التفكير الحيادي القبعة الحمراء والتي تمثل التفكير العاطفي القبعة الخضراء والتي تمثل التفكير الإبداعي القبعة الزرقاء والتي تمثل التفكير الشامل القبعة الصفراء والتي تمثل التفكير المتفائل بينما القبعة السوداء تمثل التفكير المتشائم بالنسبة للقبعة البيضاء فإن اللون الأبيض يعبر عن لون الحياد والموضوعية فيتعني وتهتم بالحقائق الموضوعية والأشكال والأرقام أما القبعة الحمراء فاللون الأحمر يشير إلى الأحاسيس والمشاعر فيتعبر دائما عن العاطفة بينما القبعة السوداء تشير إلى أن اللون الأسود هو لون مظلم سلبي فيغالبا ما تغطي النواحي السلبية أو التشاؤمية في عملية التفكير أما القبعة الصفراء فيشير اللون الأصفر إلى لون الشمس والإيجابية فيتعبر عن التفاؤل والتفكير في الإيجابيات ولكنه تفاؤل له مبرراته بالنسبة للقبعة الخضراء فاللون الأخضر هو لون الزرع والنمو فيتشير إلى الإبداع والأفكار الجديدة الخلاقة بينما القبعة الزرقاء تشير إلى لون السماء والتي تعلو على أي شيء آخر فيتشير إلى السيطرة والتنظيم لعمليات التفكير ويمكن توضيح كيفية تطبيق طريقة القبعات الستة للتفكير في أحد المشكلات العملية مثل مشكلة حوادث المرور فإذا كنا نستخدم أو نرتدي القبعة البيضاء التفكير الحيادي يمكن طرح السؤال التالي كم عدد حوادث السير خلال العام السابق هنا نجد أن هذا السؤال يركز على الحقائق والأرقام والبيانات أما إذا أردنا ارتداء القبعة الحمراء والتفكير العاطفي فنجد أن السؤال المطروح قد يكون ما هو شعورك عندما تشاهد أو تسمع عن حوادث المرور أما إذا أردنا ارتداء القبعة الصفراء فنجد أن السؤال المطروح قد يكون هل يمكن أن يكون هناك مستفيدين من حوادث السير حيث ترى القبعة الصفراء الجانب الإيجابي من المشكلة أما إذا أردنا ارتداء القبعة السوداء حيث التفكير المتشائم فنجد أن السؤال ما هي سلبيات حوادث السير أما في حالة ارتداء القبعة الخضراء حيث التفكير خارج الصندوق والتفكير الإبداعي والابتكاري نجد أن السؤال المطروح ما هي الحلول المبتكرة لمشكلة حوادث المرور ونجد أن القبعة الزرقاء هي قبعة التفكير الشامل المسؤولة عن تنظيم عمليات التفكير المختلفة حاول استغبام طريقة القبعات الستة للتفكير كمثال تطبيق في قرار شراء سيارة جديدة كمثال تطبيق في قرار إنشاء مشروع تجاري جديد ثانياً اسلوب عظمة إشكاوة يعتمد هذا الاسلوب على تقسيم المشكلة إلى جزيئات متعددة من أجل تحديد العلاقة بين الأسباب والنتائج المترتبة عليها وبالتالي نجد هنا المشكلة الرئيسية ثم يتفرع منها الأسباب المحتملة لهذه المشكلة الأسباب الرئيسية ثم الأسباب الفرعية الناتجة عن الأسباب الرئيسية ولتوضيح ذلك يمكن عرض المثال التالي إذا كان لدينا مشكلة طالب ضعيف دراسياً فنجد أن من المحتمل أن يكون هناك ثلاثة أسباب محتملة لضعف الطالب دراسياً السبب الأول قد يكون هذا الطالب لديه تأخر دراسي مسبق وللتأكد من السبب الأول يتم البحث في درجات الطالب في الأعوام السابقة وفي المواد المختلفة للتأكد هل هذا الطالب لديه تأخر دراسي مسبق أم لا ويمكن أن يكون السبب هو السبب المحتمل الثاني وهو يرجع إلى الأسباب الصحية ويتم التأكد من خلال إجراء فحص طبي شامل على الطالب في كل التخصصات أما السبب المحتمل الثالث فهو يمثل أسباب أسرية وللتأكد لابد من معرفة الحالة الاقتصادية للأسرة ولهناك مشاكل اجتماعية بين أفرادها أم لا ثانيا أسلوب بن حكيم العجوز وهو أسلوب مأخوذ عن بن يمين فرانكلين ويهتم هذا الأسلوب في تحديد سلبيات وإيجابيات القرار حيث يقوم الفرد بالاختيار بمقارنة الإيجابيات مع السلبيات فإذا كانت الإيجابيات أكثر وافق على القرار والعكس صحيح فلو كان هناك فرصة لشراء مسكن جديد أكبر بأحد المناطق العمرانية الراقية لاتخاذ هذا القرار يتم تصنيفه إلى الإيجابيات المتعلقة بهذا القرار والسلبيات المتعلقة بهذا القرار فنجد على سبيل المثال الإيجابيات هي الحصول على سكن أكبر قد يتوافر الهدوء المناطق صحي أكثر ولكن هناك مجموعة من السلبيات ترتبط بهذا القرار على سبيل المثال البعد عن العمل البعد عن الأقارب إهلاك أكثر للسيارة مشاكل صحية بسبب قيادة السيارة ترجمة نانسي قنقر